بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثاني الابتدائي مدرسة نبع المواهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل اليوم ان شاء الله الدرس التاني في الباب العاشر المجسمات هتكلم درس اليوم الشباب عن الأوجه الأحرف الرؤوس قلنا مبارح درس اللي فاز ان شاء الله يعني أوجه يعني الأحرف الرؤوس سأكل على تاني شكل زي كده مثلا اي سطح مستوي يسمى وجه يعني ده كده يا جماعة اسميه وجه هنا وجه 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 عندي كم وجه هنا يا شباب طلب شطر هيقول لي ايه عندي أربعة في الجنب يا أستاذ واحد فوق يبقى خمسة كمان واحد تحت بقى ستة أوجه في وجه خلاص ريفناه تمام نحن 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 نح التقاء ثلاث احرف او اكتر يعني ايه ادى واحد اتنين ثلاثة او اطلاقوا هنا الرأس المدب بلا شباب او هنا رأس المدب اسميه ايه رأس شطار درس سهل وجميل وهتحبوه شوف كدير اسئلة بقوله هنا كمان جايب لنا جمعه المجسمات مكعب متوازن متصالات هارم اسطوانة مخروط والحاجة اللي كلي عرفناها الدرس اللي فات والقرة كمان هنحسب فيها كل واحدة فيهم عدل الاوغو والاحرف والرؤوس المكعب حسبناه من شوية اوه فيه كمان اتفقنا ها شطار فيه ستة هو اصلاح حالي الهالي مقرد بس ان انا هحبرها بس ها شباب هحبر ست اوغو تاب كم حرف اعدهم ازاي حروف ابدأ من فوق واحد اتنين ثلاثة اربعة وتحت كمان اربعة زيهم اربعة ضد اربعة يا استاذ كام هيقول لي تمانية تمانية وفيها اربعة كمان هنا اتنين تلاتة اربعة يبقى يبقى تمانية زي اربعة شطار اتناشط هنا اتناشت. كم رأس؟ اتفاقنا الرأس هو ايه? التقاء تلات رؤوس تلات احرف زي كده مسلا ده رأس. رأس رأس رأس. عندي فوق كم رأس يا استاذ? عندي اربعة. وتحت اربعة زيهم يبقى ثمن ايه? ثمن رؤوس. نفس الكلام بالزبط ده على متوازي المستطيلات. ده متوازي اتفاقنا مسميني متوازي المستطيلات. عشان كل وجه من اوجهه عبارة عن مستطيل. اهو. عندي كم وجه? نفس الشيء هتقول لي اربعة في الجنب يا استاذ. فوق واحد يبقى خمسة تحت واحد يبقى ست اوجه زي كده. اكتب ستة. كم حرف? نفس الكلام زي مين? زي المقعب بالزبط. الاحرف ايه. اللي هو زي كده. عدوا يا جماعة. عد يا لكم حرف. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. يبقى عندي هنا كده اتناشر حرف. شطار. الدرسة سهلة واكيد كلكم حلته قبل كده. كده وسبقتوني كمان. طيب. الرؤوس. ايه يا رؤوس يا ولاد? اتفقنا الاتقاء. تلاتة. احرف زي كده. سهلة جدا. عندي فوق اربع رؤوس. تبقوا تحت. اربعة زيهم. يبقى اربعة لالربعة. ها? شطار. تمانية. هنيجي بعد كده يا شباب. للهرم. شوف كده مثال للهرم. الهرم عندي كم وجه? عندنا سيدا درس. على الهرم ايه? الهرم الرباعي زي كده. نعدهم مع بعض. ادى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تحت ده. يبقى عندي كم وجه يا شباب. ما ده بسميه وجه. كل واحد من ده سميه وجه. عندي خمس او كو. اكتب هنا خمسة. سهلة? طب كم حرف? اتفقنا الاحرف هي ايه? التقاء وجهين. ده وجه هو ده وجه. ولا هذا حرف يا شباب. عدي معنا كده يلا. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهنا تحت كم واحد? خمسة. ستة. سبعة. تمانية. يبقى عندي هنا يا جماعة اقول له تمن. احرف. طيب الرؤوس. في طلب هيقول لي رأس واحدة. اللي فوق دي شايفها رأس. لا طبعا. تحت دي كمان رأس. هنا رأس. 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 يبقى اربعة زائد واحد. يبقى عندي خمس ايه? رؤوس. الحاجات دي يا جماعة نفهمها كويس. بعدين نحفظها. عشان ما ننساها. اللي استوانة قلنا يا شباب اللي بميزة اللي استوانة ان لها كم واجه. اي استوانة? صحي شطار? يميزها ان لها واجهين بس. واجهين. بهنا اتنين واجه يا شباب. اللي اوجه اتنين. طيب. اللي بعدها عدد الاحرف. لها اي احرف? شايفين فاق اي احرف يا شباب? ما في ولا حرف. نكتب صفر. طيب. لها رؤوس. هل في شيء مدبب? اللي تكون حرفين. اصلا ما فيش حروف. ما في حروف. كيف يكون في رؤوس? يبقى اقول له كمان صفر. رقم خمسة. المخروط. ها? عدم مخروط. له كم وجه? ولو كم رأس? مني جوا يا شباب? واحد يقول لي يا استاذ له واجه واحد بس اللي هو ده. اقول له كلامك مزبوط. تمام. انت ممتاز. طيب. اللي بعده طالب مني الاحرف. شايفين الاحرف هنا جماعة? اي احرف? ما في ولا حرف. اقول له صفر. طيب كم رأس? صفر برضو? لا. في واحدة اهو فوق. رأس مدبب. زي كده. ده اسميه ايه يا شباب? رأس واحدة. نيجي للقرة. عن الاسف انا ما عنده قرة. مسي زي البرتوكال زي وانا الدرس اللي فات. برتوكالها زي كده يا شباب. هل لها اوجه? ما لها اوجه. هل لها احرف? ابدا. لها رؤوس? طبعا لا. يبقى القرة يا شباب هي الوحيدة. ليس لها رؤوس ولا اوجه ولا احرف. كلها ايه? اصفار. السؤال السابع بيقول لي ايه? ابين اوجه هتا شباب المتوازي المتصلات والمكعب. ايه التشباب بينها يا شباب? متوازي المتصلات والمكعب. ما بالرسمة زي كده? او بالحل اللي فوق اللي حلناه. الحل له. نلاحظ اي شباب. عدد اوجه هنا نفسه هنا. الاحرف نفسها. الرؤوس ها نفسها. اجاب اقول له يا جماعة هنا. اتشابه. اقول له. لهما. نفس العدد. من. الاوجه. والاحرف والرؤوس. زي كده كمان. تمام. طيب. سؤال تمانية. اقول لي ايه جماعة هنا. احوط الاشكال التي تتطفق مع الوصف. شبه بعضها. زي ايه? بقول لي هنا. الوصف هو يا شباب. ده الوصف. شكل مجسم له ستة اوجه. واثناشر حرف. وتمن رؤوس. ايه هو شكل ده يا شباب? اتفقنا قبل كده هو. ستة اوجه وعندي بس في حاجتين. المكعب ومين? متوازي. اتناشر حرف. نفس الشيء. المكعب ومتوازي المتصلات. والرؤوس تمانية وتمانية. شوف هنا الشكل يا جماعة. احوط ايه? شطار. ها? اول شكل عبارة عن ايه? صح. هذا مكعب. وده اعتبره كمان متوازي المتصلات. او مكعب. لكن ده استوانة. لها وجهين بس. لا يسألها احرف ولا يسألها رؤوس. شكل لبعضه. صفر صفر صفر. مين ده يا جماعة? كل صفر. ها? شطار. البرتقالة. تستجعبينها دوقتها حالا. والقرة. طيب المخروط. مخروط له وجه وله رأس. طيب. رقم 10 و11 و12 و13 واجب. ده كده يا جماعة. نغير بس اللون. عشان نبان. هنا واجب. 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 اختار الشكل المختلف. واحوطه. ثم مشرح صغير باختلافه. عن الاشكال الاخرى. يعني هات الشكل من دون شباب مختلف. ها? مين يجاوبني؟ ده اسم مخروط. كرة. مكعب. استوان. هيا شباب. المختلف. شطار. واحد قال لي القرة ممتاز. طيب ليه القرة? هو الوحيد ليس له اوجه ولا احرف ولا ايه? رؤوس. هنحلها كمان ديان في الواجب. اشكر السابب هنا. تقول لي هنا يا شباب ليس لها اوجه ولا احرف ولا رؤوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.